موسيقى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرات المشاهدين الكرام أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيعه ورسله وأحييكم جميعا بتحية الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد لازلنا نتدارس معا بعض أوجه الإعجاز العلمي في عدد من آيات القرآن الكريم التي تريد في ذكر بعض أشياء هذا الكون وبعض مكوناته وظواهره ومن هذه الآيات قول ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم واجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل واجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وهذه الآية الكريمة صعبة تفسيرها على الأخدمين لأنها تتكلم عن ظاهرة علمية لم تدرك إلا في القرنة العشرين يقول ربنا تبارك وتعالى واجعلنا الليل والنهار آيتين يعني أمرين ظاهرين بينين واضحين قال الأقدمون آية الليل والنهار نيرهما آية الليل القمر وآية النهار الشمس فما معنى فمحونا آية الليل القمر لا يزال مضيئا في سمائنا إلى يومنا هذا وقال البعض لا بد أن القمر كان نجما ملتهبا مشتائلا مضيئا بذاته وهذا علميا غير ممكن لأن كتلة القمر لا تسمع بنشاطه كنجم والنجوم عملاقة الكتلة كالشمس لذلك لا يمكن أن يكون القمر قد كان في يوم مئة أيام نجما مشتائلا ملتهبا مضيئا بذاته ولو كان كذلك لأحرق الأرض بخر الماء وخدخل الهواء وقضى على الأحياء لذلك نقول أن هذا التفسير القديم على فضل الذين قالوا به لا يتناسب مع معارفنا العلمية في الزمن الره لذلك لابد لنا من أن نفسر هذه الآية بالاستعانة بالحقائق العلمية التي وصل إليه الإنسان في هذا القرن العشرين والقرن الحادي والعشرين واجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل يقول لنا العلم اليوم أن هناك نطق حماية متعددة خلقها ربنا تبارك وتعالى لحماية الأحياء على سطح القرن الأرضية هذه نطق منها نطاق المناخ منها نطاق الأزون منها نطاق النطاق المتعين منها أحزمة الإشعاع منها النطاق المغناطيسي منها النطاق الخارجي هذه النطق لم تكن موجودة في بدء خلق السمعات والأرض وأنها تكونت بالتدريج بدليل أنها تزيد في سبكها يوما بعد يوم هذه النطق يعني بدونها ما كانت الأرض صالحة لعمران الأحياء إطلاقا فلاحظ العلماء أن هذه النطق لها مقطع هلالي الشكل بمعنى أن سمكها يزداد يعني بشكل واضع عند قطر استواء ويرق شديدة عند القطبين وأول ما أدرك العلماء هذه الظاهرة أدركوها على هيئة أنوار تصطع على الأرض بشدة عند قطبين الأرض وتضعف في تجاه خط الاستواء يسمونها الفجر الكاذب أو الفجر القطبي أنوار الفجر القطبي وسماها الرسول صلى الله عليه وسلم باسمه الفجر الكاذب وحذر من اختلاط هذه الظاهرة المنيرة بظاهرة الفجر الصادق فالفجر الصادق يكون مع أفق الأرض يكون امتداً أفقياً مع أفق الأرض أما الفجر الكاذب عبارة عن ستائر من النور تتدلى يعني من الأعلى إلى أسفل وتميل عندما تقترب من الأرض يعني ميلاً قليلاً فيشبهها الرسول صلى الله عليه وسلم بقول الشريف أنها تشبه ذنب السرحان ذنب الذئب هذا الفجر الكاذب كان ينير أو ظاهرة الفجر الكاذب كانت تنير الأرض بالليل وكما تنار الأرض بالنهار بضوء الشمس فلم يكن هناك يعني تبادل للليل والنهار بشكل واضح كما نعلمه في زماننا الحالي تبادل للليل والنهار يعني له فائدة كبرى في تتبع الزمن في تدوين الأحداث في يعني جعل الأرض كوكباً مناسباً للحياة لكل الأحياء فجميع الأحياء الأرضية أو في غالبية الساحقة لا تتحمل البقاء في الضوء على مدى الأربعة وعشرين ساعة أو تتحمل العيش في الظلام على مدى هذه الفترة كاملة لذلك قال ربنا تبارك تعالى في هذه الآية الكريمة واجعل الليل والنهار آيتين يعني تبادل الليل والنهار معاً يعني ظاهرة من الظواهر الضرورية لجعل الأرض كوكباً صالحاً للعمران فمحونا آية الليل بخلق نطق الحماية المتعددة التي تحمي الأرض من العشعة الكونية وعشعة في صوراتها الأولية قاتلة للأحياء فمحونا آية الليل واجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلاً من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه نفصيلاً وإلى لقاء قادم إن شاء الله استدعوكم الله الذي لا تضيع عنده الوداع داعياً لكم بكل خير والسلام عليكم رحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة